تخزينه بالقشرة الكاملة بتاعته وده أفضل حاجة يعني تخزينه من غير ما يعني لو بنتكلم على الطريقة الطبيعية اللي هي في الفلكروري المصري بتتخزن بس يفضل ما يكونش معرض لحرارة الشمس المباشرة لأنه بنشوف ناس كتير جدا خلينا نتكلم ببساطة في معظم الأسر كلنا بنمر في الشوارع وبنشوف أنه ممكن يبقى محطوط في البلكونة محطوط في مكان وهو بالثمرة كاملة بتاعته بالساق بتاعها ولكن بيقى معرض لدرجة حرارة عالية للشمس طول النهار لا ده هو ده للأسف لو موجود في مكان مخزن مكان جيد التهوية مكان ما فيهوش نسبة رطوبة عالية تمام؟ ما يكونش مخزن بكميات كبيرة على بعضه ويكون السمرة كاملة فدي أفضل طريقة للتخزين وطبعا هم نتكلم أن أنا بخزن منتج الموسم ده لحد ما ييجي المنتج الجديد بتاع الموسم القادم ولكن مش بقول أنه هيتخزن بالطريقة دي يعد سنة واثنين ويعدي عليه موسم واثنين لا هم نتكلم أنه هو ده أفضل طريقة لاستخدامه لحد ما ييجي المنتج الجديد أو الموسم الجديد بتاعه بشكل أو بآخر كمان من الطرق الجيدة للتخزين بعض الناس بتعدوا على التجهيز النهائي وبيحفظ أحيانا في بعض أنواع الزيوت أو الزيت ويضع فيه أو البعض بيجهزوا على الاستخدام ويضع في الفريزر ويستخدم ولكن هنا برضو لما هخزنه ما ينفعش أخزن منه كمية كبيرة وأطلعها أستنى لما تتفكك من بعضها وبعدين أستخدم جزء منها وارجعها تاني وبالتالي ممكن يوضع فيه يتلف في بعض الأوراق اللي هي معدة للاستخدام أو يغلف بشكل بسيط ويوضع في الفريزر بعد ما ينزع منه القشرة الخارجية بتاعته مفيش ما يمنع ذلك ولكن أفضل طريقة عشان أحافظ عليه أن أنا أحفظه بالشكل الكامل اللي هو ما تمش تعريض جزء من مساحة السطح بتاعته لعمليات الأجسادة وتطاير المواد الفعالة اللي موجودة فيه دي واحدة من الحاجات لربات الأسر اللي هي عاملة ومعندهاش وقت تجهز وعايزة تجهز كمية وبالتالي برضو هنعمل الكلام ده هيبقى فقط جزء من القيمة الغذائية بتاعته أثناء عمليات الإعداد والتعريض والدرجات الحرارة لدرجات الجو الخارجي أثناء الإعداد ولكن برضو لو أنا هحطه فيه عبوات صغيرة على قد الاستخدام بتاعي واستخدمه في خلال مدة لا تزيد عن شهرين ثلاثة هيبقى مفيش مانع أنه هيبقى لسه محتفظ بجزء من القيمة الغذائية بتاعته